لحد خمسة شهر يوم كان بطل المشهد بطل الجماهير النهاردة بتعمل فيه ايه من المجميع دي خلي بالك هي خطورة المجميع انت ممكن تقول لي ما تهتمش بالسوشال ميديا وده ايه لحد كبير مطلوب يعني ولا ما هتمخل نفسك لكن ما حصل الجماهير بتتأثر بيه الجماهير البريئة بقى يعني جماهير البريئة اللي بتبالع في الشارع بدأوا يرددوا الكلام اللي تزرع في دماغه اللي بقاله سنتين بيتزرع يعني هو وقت حصاد الالحاح على كراهية الاهلي ولوم الاهلي ولوم مسئوليه وتصدير المشاكل بشكل مستمر لسحب الثقة من مسئوليه هذا امر شديد الخطورة أستاذ براهيم وعلينا ان نتنبأ وعلى فكرة مش عايزة زكاء في مجموعات بعينها جروبات بعينها خش عليها وقرأ الكلام اللي بيكتب فيه مستحيل يكون الاهليه ويكتب هذا الكلام طيب واحنا بنحدد طبعا طبعا في ناس وعية وغيورة ومدائقة حيوضى الرمانة عشان بنقول الكلام ده لا في ناس فليكن في ناس زعلانة عن حق وفي ناس أهلوية جدا مدائقة وفي ناس بتعبر طبعا دي شريحة كبيرة موجودة بس دول بيسمعوك لما تيجي اتناقشهم وعنده رغبة انه يوصل لنتيجة يعني هو زعلان عشان يوصل لنتيجة لكن يقولك انما لأ وابتنين نغمة ايه زيغ حقول انسان بالضبط حق يراد بيه باطل ما انت مش عارف ايه حقول انسان حقول انسان انت متطبع له معايير ما تطبقاش على نفسك ايتي كمان تيجي تقول ايه محدش اغلى من نادي الاه طبعا محدش اغلى من نادي الاه لكن ايه العلاقة بان محدش اغلى من الاه وان احنا نهاجم رموزه ونهاجم مسئوليه عشان اوصل لايه هو الصح ان انا امشي اللي ظهره وامشي الجهاز الفني خلي بالك احنا الوقت كل شوية بيجي لك مدير فني يشعره تحت ضغط ايوه ما بيشتغلش في الظروف طبعية يعني الرجل لما يجي وده منطق انت دلوقتي لو فيه ضرب يتصلح فنية امتى يا استاذ براي يومينه بتلعب يومينه بتلعب يومينه بتلعب يعني يوم استشفاء ويوم تدريب ويوم خطة يعني يدوبك يدوبك على قد اليد الاصابة اللي بتحصل لك بيفوض تلات اربع ماتشات اللي هو عنده ارهاق عضلي مش اللي عنده اصابة جزيمة اعتبارات كتيرة لا ينبغن يكون من ضمنها ان نفقد الثقة اوعى نفقد الثقة بانفسنا او لعبتنا بجماهيرهم او جماهيرنا بلعبتهم وعودت الثقة مسؤولة الاطراف كلها مسؤولة الاطراف كلها اللعيبة قبل الجماهير لان الجمهور دا مطلقة لو لقاك بتحاول ومكتهد وخلاص بيعذر يعني فارجو ان كلامنا لان عندنا لعيبة المفروض انها كويسة طبعا اللي فيهم هدف الدوري وكلنا بنقول ده احسن بلاي ميكر وكلنا بنناقش هو مين احسن اللي مين احسن والتالت السلائي مين احسن لعيب خطوس لحد عدة اشهر كل لعيبة دي مترشعة في مركزة الافضل حصل حاجة تعال ندور على الاسباب الفنية كمسؤولين ومدربين ونرجع بس في الوقت ده اللي هيساعد على سرعة العودة سقة الجماهير في فرق طيب